اربح اربح ايه 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 انا بالدولة ايه انا بالدولة انا بالكسط شيش بناء يتسبب بمشاجرة دامية بين جارين مشاجرة بدأت بالحجارة ثم تحولت بالسلاح في مدينة الصدر ببغداد والحصيلة قتيل ومصاب بسلاح الدولة كما يقول المصاب وعائلة مقتول إسلاح دولة وعلمون شيش مال بناء أقلنا بس مفد ما ترتيه أسفل لغات مقدمي أبا بيتنا قلت طلبتنا شوي نعم بعدا فراح للبيت خبر على أخوه جاي بمسدس وتعاركوا يا أخويا وظل يرمي أمينه وأكو تصوير وكل دلائل موثقة الضحايا شنو صار الضحايا أخويا انكتل وابن أختي عملها انكسر هذا طبعا جليل بيت ونمع عليه طلقة صارت بك صارت بك عملية وهذا سويت ومداتين وهذا وفتائل وخالك وخالنا ضرب وطلقة هنا بالبار أربع رصاصات يتمت أربعة أطفال صغار لا يكفون عن البكاء كما هو الحال مع الكبار فاجعة لم تستفق العائلة من هول صدمتها بعد خصوصا وأنهم فجعوا وفق حديثهم بسلاح الدولة دولة من الطتة رتبة وطتة سلاح يحام بيه على الشعب على المواطنين مو يتوقف لي هنا بالشارع يسحب لي مسدس ويضرب على العالم طلقات وابن الصوب ليس احنا عاشين بعمال الله وأمال الدولة وين أمال الدولة وينه؟ وبعد الحادثة أقدمت العائلة على رفع دعوة قضائية بحق من تسبب بها وبانتظار إكمال إجراءات التحقيق لتنفيذ القصاص العادل الذي يطالبون بحسب قولهم أن يكون الإعدام من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر